السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدة المطر تكتاح وسائل التواصل الاجتماعي والسلطات المصرية تتحرك في فيديو أصار يعني شعور المصرين كلهم بالله بالضيء والحزن والزعل على هذه السيدة سيدة تبلغ من العمر 65 سنة فعز البرد وعز الشتاء والدنيا يعني الكل بيستخبع عشان المطر اللي كان مغرق الدنيا كلها عشان لقمة العيش يا جماعة عشان لقمة العيش فضلت قاعدة زي ما تشايفين كده قاعدة معها جردل وشوية ترمز بيتباحهم في عز المطر ودمغر أنا مية ستة كبيرة بتجري على الأكل اللي عيشها بس يعني عايزة تعيش هي وجوزها ست مريضة كمان مريضة السورة دي لما اتنشرت يا جماعة يعني قلبت رواض موقع تواصل الاجتماعي اللي خلاهم يعني خلا الناس كلها تتواصل وتتواصل مع طول شرطون 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 سورتها على الفيسبوك في كل في كل وسائل التواصل الاجتماعي علشان خاطر يجي لها حقه او احنا نعوضها عن السنين العذاب سبحان الله ربنا ما يعوض بقى بعد انتشار سورتها دي سبحان الله الخير جالها منين من كل حتى الوزيرة التضامن وفرت له واحدة سكنية بإتجار جديد وقامت لها مساعدة عشان تواجه حياتها وطبعا عملوا لها كمان يعني كمان وفروا لها السكن ووفروا لها العلاج لان هي مريضة سكر وضغط وعملها عملية تنفي عنيها واشارة طب يعني والله الموكف صعب اوه 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 ست يعني اوجعت قلوبنا كنا السيدة بتقول على لسانها ان هي ما عندهاش اي حاجة غير انها تبقى ترمس يعني ما عندهاش اي دخل تاني غير انها تبقى ترمس يا جماعة عشان تصرف على جزها وعلى نفسها وان السيدة مريضة بالسكر والضغط وضيء في التنفس وجزة كمان هي حاول كتلا بالله عيان كمان بمرضى الكلا ربنا اللو حكمة اللو حكمة والله اللو حكمة الحمد لله ان احنا نحمد ربنا على كل حاجة يعني بعد العمر ده كل ربنا قرد يكرمها ويعني يحفظ ده حقه في بلدها الحمد لله يا حاجة ان في حد قلبه رحيم صورك الصورة دي وعملك الدعاية دي علشان يجيلك حقك ويجيلك يعني ان ربنا عوضك بعد سنين التعب والمر انت شفتيهم ربنا يعني ما ضيعش تعبك على الفاضي يا حاجة وكلنا جنبك والله انا لو اقدر اساعد بحاجة كنت اقدر انا الحمد لله على كل شيء كلنا الحمد لله على كل شيء ممكن دعوتنا دعوتنا لك يا حاجة بالصبر الحمد لله انا ربنا صبرك الصينين دي كلها وربنا اكرمك احسن كرم الحمد لله لما يريد الحمد لله كمان الفنانة ياسمين صبري تكفلت بمعاشتها بعتت لها مرتب سنة يعني معاش سنة يكفيها وكمان قالت ان هي هتقف جنبها مش هتسيبها امكن بعد الانتقادات اللي حصلت على ياسمين صبري عشان خاطر نارك بطايرة خاصة وشان تطعر لحطها على كرسي الواحد عملت كده الله اعلم ولكن هي حاجة بينها وبين ربنا بقى عملت كده عشان دعاية ما عملتش كده عشان دعاية ده حاجة تحسب لها يعني مش وحشة يعني كل بيشكر يعني حتى هي بتقول ان السيدة المطرب بتقول ان انا اشكر سياسمين صبر انها وقفت جنبي وبعتت لمرتب سنة وكمان تكفلت بمعشتها والحمد لله ربنا وقف لها ولاد الحلال وقف لك ولاد الحلال يا حاجة وكل دعوتنا معاكي وربنا يصبرك والحمد لله انا يصبرك اجي على خير وهي دي حكاية سيدة المطر اللي قلبت السوشيال ميديا يا جماعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احب اقولك الماء اخينا بس معلش نأسفة احنا يعني انا كنت نزلتلك فيديو عن العمار بتاعتي لا ده انا في نام الحمد لله الحمد لله على كل شيء وعسى ان تقرأوا شيئا وهو خير لكم والله احنا في نامة يا جماعة الحمد لله على الال في حطان بالدرينا ايه الحاجة حزروفها كانت صعبة اصعب من اي حد وربنا وقف لها ولاد الحلال ربنا يكرمها ويكرم الجميع يا رب ويكرم كل واحد محتاج بحد يقف جنبه ويساعده اشتركوا في القناة